فإنني أعلن عن تاريخ السادس من حزيران من عام 2021 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في السادس من حزيران من العام المقبل سيكون العراق على موعد مع إجراء انتخابات برلمانية من المقرر لها أن تكون الخاميسة من نوعها بعد عام 2003 الدعوة للانتخابات المبكرة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء تعد الأكثر تحدياً بالنسبة لحكومة الكاظمي التي شكلت في أيار الماضي لضمان تنفيذ هذا الأمر أما في الوقت الراهن فلم يعد موعد إجراء الانتخابات هو المعضلة الأبرز إذ تتمحور الخلافات بين الأحزاب السياسية حول ما يعرف بالدوائر الانتخابية وتقسيمها وفقاً للمحافظات والأقضية ونسب السكان فيها الأمر الذي تنص عليه المادة الخامسة عشر في مشروع قانون الانتخابات الجديد وفي أواخر العام الماضي مرر مجلس النواب جزءاً من قانون الانتخابات تحت ضغط شعبي كبير تمثل في ساحات الاحتجاج في حين تطالب مفوضية الانتخابات بإجراء تعديلات على القانون وهو ما يضمن إجراءها ضمن ضوابط حرة ونازيها ومما تطمح إليه المفوضية أيضاً هو اعتماد البطاقة الألكترونية البيومترية وإلغاء البطاقة الألكترونية المؤقتة قصيرة المدى للحد من عمليات التزوير وكذلك تعديل المادة الثامنة وثلاثين من قانون الانتخابات المتعلقة بالطعن في النتائج عبد الرشيد الصالح العراقية الإخبارية